موسيقى في الصحافة وأيضا في التلفزيون وأنا بصراحة سعيد مراثانية أني ألتقي معاش أيضا من الجانب الأكاديمي إلى الجانب الإعلامي صحيح زميلي الدراسة دائما كنت متميز في قسم الإعلام وجامعة الكويت والأمانة كانت دائما عندك هذه الأنشطة الخاصة في الصحافة والإعلام المتميزة خلنا نبتدي في المسابقة ومشاركتك فيها شكثر يعني لك هذا الموضوع ومشاركتك فيها وحصولك أيضا على هذه الجائزة طبعا لله الحمد والشكر هذه الجائزة ما كنت أخذها الأولى طبعا شاركت في 2015 وحصلت على أفضل لقاء صاحفي وأفضل برامج حوارية كصحافة كتابة الأخبار الصحفية في جديد الرأي في 2015 وهذا العام في 2017 الله الحمد أفوز كأفضل برنامج حواري إذاعي هذا الجائزة الثانية طبعا جائزت الشيخ مبارك لحمد الصباح ترى هذه برعاية سامية من سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس منسل الوزراء يعني مهتم جدا في الشباب الكويت وكذلك وكات الأنباء الكويتية كون وممثلة في قطاعاتها تقدم الخدمة لكل الشباب الكويتي وأيضا تعزز على روح الشباب الكويتي لتقديم هذه المسابقات مثل الصحافة الشباب الكويتي اليومين هم يعني في الشارع الصحافة يبون الشباب الكويتي يبادل أيضا في شارع الصحافة وكذلك في الإعلام حطوا جميع الفئات فئة العموم وفئة الشباب المشاركة في هذه المسابقة وإن شاء الله بإذن الله ما رح نوقف عند هذا الحد إن شاء الله يعني ما شاء الله حمد حصولك على هذه الجوائز وأنا في بداية الحلقة قلت أن يعني أمرك صغير ولكن عندك هذه الإنجازات وهذه النجاحات والجوائز اللي قدمتها أو قدمت لك في هذه المسابقات ومشاركتك أيضا فيها والتمييز الكبير في جانب الصحافة والكتابة والتقديم وغيرها شنو سر هذا التمييز والله لنا الحمد يعني والشكر يعني دعم أكيد الدعم بداية يعني الجهود أن يكون عندك حولك ربعك وأيضا المسؤولين يدعمونك في هذه الخدمة وأيضا في هذا المجال راح تقدم ورح تبدع لكن كان الباب صاكر قدامك لكن أنت لازم تسع بهذا الباب أنك تسع أن تتبادر أول وثاني وثالث إذا تصاكر قدامك الباب أول فتاح الباب الثاني الثالث لا الحمد أنا دخلت في مجال الإعلام في وزارة الإعلام ممثلة في الوزير الأسبق الشيخ سلمان الحمود ما شاء الله عليه كل الشكر له على خدمة وزارة الإعلام وأيضا دعم وزارة الشباب كذلك أيضا قدموا وكال الشيخ فهد المبارك وصباح ووكيل قطاع الإذاع الخدمة للشاب لكوتي وأيضا سيد سعد الأفندي كذلك مديدات برنامج العام السيد طارق المزرم وكي وزارة الإعلام افتحوا الباب للشاب لكوتي كذلك نحن في مجال الصحافة في جريد سراي كوني أكتب أيضا في جريد سراي يعني ما شاء الله المسؤولين كلهم افتحوا بأكتب أنا أعطيك أو شيء سطر سطرين ثلاث لين شافوك تقدر تقدم كتابة أعطوك المساحة والحرية وثقوا خلاص يعني حمد ولا غير حمد مدامني وثقت فيه أعطيه المساحة أعطيه الباب أعطيه أنه يبدأ خلنا يبدأ يعني مثل حين هذا اللقاء في وزارة الإعلام برنامج مقابلة خاصة اللي فزت فيه في بسبقة الشيخ مبارك لحمد الصباح هذا البرنامج يعني أصلت فيه الضوء على أهمية شخصيات كبيرة شخصيات كبيرة لما وزارة الإعلام كنت أقول والله من بيقابل حمد 29 سنة 30 سنة بيقابل والله وكيل ولا وزير ولا شخصية يعني أنا التقيت في الشيخ فهد الشيخ فهد المبارك كأول لقاء لهم 30 سنة أول اللي قال تقيت فيه من أعطاك هذا الدعم من أعطاك هذا المبادرة دعموك الوزارة أيضا أعطوك الحرية السيد علي ثنيان القانم العمي علي ثنيان القانم ما طلع فيه مجال الإعلامي لكن قال مدام شاب كويتي طموح تعال اطلع وأعطاك الأهمية أنك شاب كويتي ليش مسؤولية كبيرة هذه يا حمد صحيح طبعا أكيد هذه مسؤولية أنت أولا لازم تكون يعني تسويسير جعل هذه الشخصيات أيضا تعرف طبعا هذا الشخصية شو يحب شو يتكلم شو يلازم تبتعد عنه لكن الدعم والأول والأخير لهذا المجال أكيد أنا أشكر كل المسؤولين في وزارة الإعلام وأي شباب أي الكويتي وأيضا أصدقائي وربعي كل منبادر ونشجع حمد على هذا الاستمرار لله الحمد هذا اليوم حين نلقي ثماره بإذن الله الحمد لله يمكن حمد الواحد لما نشوف يبدأ يتكلم عن نجاحاته يبدأ يتكلم عن يعني أنت بطريقة غير مباشرة تكلمت على بعض الأشياء اللي كانت صعبة عندك قلتها في البداية تذكرت ببان لكن كنت مؤمن أن فيه ببان ثانية راح تتبطلك وتوصل للي أنت وصلت له هل تتوقع أن تحقيق هذا النجاح صعب أم لا كان سهل مع شوية متابرة شوف ما في شي هو سهل السهل هذا ليس تنزل برشوت لكن لكن فيه أكيد في الصعوبة فيه أكيد من وقتك فيه أكيد راح تيصر مع أهلك راح تيصر مع رضعك في الطلعات لكن أكيد بالأول والأخير هذا النجاح مهم جدا لك تعافي بداية تعافي شبابك راح تلقي الثمار هذا راح تلقي النجاح هذا في المستقبل الأكيد تذكرين لأيام الجامعة إذا كان نادل إبدال الإعلامي راح تقدم هذه المبادرة حق قسم الإعلام لا ما فيه وقسم ومسكر وممنوع وإدارة وعمادة شؤون طلبة راح تلقي العميدة على طم بشرة صحي قلت أقدمه وراق وسعيت ورحت وقابلنا مدير الجامعة عميدة شؤون الطلبة وكذلك وفتح الباب وحي ما شاء الله النادي ماشي ونادي موجود لكن كانت تعافي في البداية وحي ما شاء الله أمور يسر وماشية لكن النجاح أنا أقول لك كل شابة كويتي أسعى دايما أيضا كون حريص يعني قدم كل الأفكار اللي عندك لا تحاول أنك تمثل التمثيل يعني أحب لك سير المواحد يمثل تمثيل يعني غير مجدع أو تمثيل يعني للمصلحة هذا فترة معينة ورح تقع في الفخ لكن أكيد بالاستمار وبالنجاح أكيد يعني رح يغيثمار بين الله ونستهد طبعا حمد يعني كلامك خلاني أروح لي سؤال ثاني هل تتوقع الواحد لمن يبدأ يشتغل في أي مجال نحن ما قلنا نتكلم بس على الصحافة أو حتى على الإعلام هل هو ممكن يركز على النجاح نفسه وعلى هدف ولا ممكن من خلال الجهد اللي هو يبدل العمل اللي كل يوم هو قاعد يشتغله وينطر النجاح يوصل للي عنده والجوائز تقدم له شوفي النجاح أنت عشان تسع بالنجاح يعني أدرس الفكرة اللي قبله تقدمها أدرس الأمور يعني الواحد لازم يدرس يشوف خطواته وين رح توصل أنا من رح توصل هذا الخطوة هذه مكررة مستخدمة من أول أو أنطر نجاح لمدة أنت ده ما تسع ده ما تمشي خطوة بخطوة بخطوة ما رح توصل لنجاح لازم الشخص يبادر في النجاح لازم الشخص كذلك أن يسعى أن يقدم الأفكار المجدية الأفكار الجديدة على المجد نحن اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي واحد يقول لش نتابع تلفزيون طالحها بالتليفون طالح كل شيء بالتلفزيون لكن تبقى وسائل الإعلام وسائل التلفزيون يعني وسائل بمختلفها أهميتها كبيرة جدا صحيح يعني أنت تشوف أن السوشال ميديا ما سحبت البساط من الإعلام التقليدي سواء كان تلفزون أو حتى الصحافة أو إذاعة لا أبدا أبدا يعني هذا اللي يقول أنا خالف الرأي أن الموقع التواصل الاجتماعي وش اللي تقول على اللي مثلا اللي بعض مثلا إذا نتكلم على كقسم إعلام بعض الدكاترة اللي ما زالوا متمسكين في الإعلام التقليدي في دكاترة اللي الحين عندهم في دكاترة أتوقع دي شو القسم في عمر صغير الآن قاعدين يحاولون أنهم ينهضون في موضوع الإعلام الحديث وغيرها لكن ترجح أي كفة ما بينهم وهل تتوقع أن الدكاترة اللي ما زالوا متمسكين في الإعلام التقليدي ممكنهم وفي يوم الأيام تتغير هذه الأعلام تقليدي أين تشتغل التفزيون؟ أطلع بره الكويت هذا اللي أذكره في قسم إعلام الجامعة الكويت يعني كان ما أجمعهم كلهم كان في البعض عندهم لكن في البعض لا والله يسعى أن يكون الطالب الكويتي فعلا يخدم بلده ليش تطلع بره؟ قدم عندك هني الكل يطمح أن يطلع بره ويقدم برامج في أفضل غنوات العالم لكن ليش فيها غنوات الكويتية غنوات كويتية أيضا متازة أيضا لا أهمية المتافع حنا الكويت دائما رائدة في جوائزنا التفزيون الكويت ووسائل الإعلام في الكويت في مختلف قنواتها الخاصة والحكومية تحصد الذهب في الخرج يعني اليوم منه أي عربي منه ما يتابع تفزيون الكويت منه ما يتابع تفزيون الراي منه ما يتابع قنوات الكويتية مشاهير الكويت كذلك وسائل الإعلام الحالية التلفزيون مهمة جدا لطلعتنا حين الساعة هذه الموجودة هي أشياء ثنوية تتغير مع الأيام منه كان أو شيء تويتر في المرتبة الأولى بعدين جالس تقرام بعدين جالس ناب كل واحد يمساح الثاني لكن تبقى التلفزيون تلفزيون كل هذا المشاهر اللي تقولون عنهم في موقع التواصل الاجتماعي يسعون دائما يقدموا برامج في التلفزيون ليش أنا شو مخسر أنا يتابعني في السناب أو في الإستقرام مليون ولا خمسمائة ألف في التلفزيون شو يضمنني اللي يتابعني ألف صح ومصح لكن تبقى وسائل الإعلام وسائل مهمة جدا قسم إعلام أتمنى يعني هذه الرسالة قدام التلفزيون الراي حافظة على قسم إعلام حطوا استوديو للتلفزيون للتصوير حطوا استوديو للإذاعة تخرج الإذاعة والتلفزيون ما أحد كمان ما كان في استوديو خرج إعلامات عامة لكن كنت لم يكن سأمر وإذا بنسوي ورشة عامل داخل معي سيقوان 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 ورشة عامل سيقوان بتسوي غمانية بتسوي ندوة بتسوي داخل إجراءات الجامعة وروتين هذا متعب شوي لدى الإدارة الجامعية لكن لدى الطالب ويد أن يقدم الليباتش يقدم الليباتش أن يقدم هذا إنجاز طيب حمد في ظل هذه الأمور اللي ممكن تحصل سواء كانت في قسم الإعلام في الجامعة وغيرة إذا نتكلم إحنا كشباب هل تشوف أنه مهضوم حقهم إعلاميا وبأخذها جانب ثاني كطلبة إعلام هل مهضوم حقهم إعلاميا وغيرة يعني يحي مثلا بالقسم كم بالسنة قاعد يخرج في كافة المجالات وكافة التخصصات الإعلامية الموجودة في جامعة الكويت نقدر نقول أمي الطالب هل 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 قادرين يلقون لهم مثلا مكان إعلامية مثل ما هم كانوا يطمحون وكانوا يدرسونها في نفس التخصص ولا لا يمكن سأجيل مع بعض أغلي بتخلون قسم إعلام يقول والله أنا ما بتخلي تلفزيان أو إلاعه أو صحافة أنا بتخلي علاقات عامة أبروح وزارة لكن طموحاتها إلا ما يطلع من التخرج ينصدم يشوف الواقع ويقول والله الواقع ما خدمني في هذه الخدمة أو أيضا البكانة اللي أنا كنت أطمح فيه في الوظيفة الشباب الكويتي اليوم إن شاء الله شاب طموح الشاشات التلفزيوني حين يصر منه ما فيه كويتي كل الشاشات ما شاء الله حين الشباب الكويتي ما قد حقه وزيادة بالتأكيد إن شاء الله وأكيد هذا بدعم للحكومة ودعم أيضا نواب الأم أيضا يطلبون لحقق الشباب وأيضا 2017 لكويت عاصمة الشباب العربي في عام 2017 قسم الإعلام تحديدا الطالب لما يتخرج يتخرج قسم الإعلام يقول والله أنا بروح بنك أو بروح وزارة الإعلام لكن ما في تلفزيون يعني كم طالب أنت ستكريهم مع سرارة يعني خرجين قسم الإعلام تخلهم مجال الإعلام ما فيه ترقله ترقله جدا وأنا أستغرب من بعض الشباب لما ما يدخل في المجال الميداني أو مجال العملي قوله تخرج جرب وسع أو حاول يمكن مجال يأجبك طيب أحمد دامو نحن نتكلم على الجانب العملي هل تتوقع أن مثل هذه النوع من المسابقات التي أنت شاركت فيها ممكن أن تخلي أي حد عنده هذا الميول الإعلامي ممكن أنه يخوض هذا المجال يجرب ويشوف إذا هو قادر أنه يتميز وينجح فيه أو لا كيف يمكن أن هذه النوع من المسابقات تتاهم فيه تنمية وتطور أي شخص في الجانب الإعلامي؟ أكيد هذه المسابقات التي تكون موجودة لازم أن تكون على قيد عملك يعني تكون صاحفة تكون موظفة في الجريدة أو تكون مذيع أو تكون في الوزارة أو عندك عمل يعني شقال هذا العمل أنك تقدم في هذه المسابقة نعم المسابقة جميلة جدا وحلوة مسابقة الشيخ مبارك لحمد الصباح تقدم الدعم المادي والمعنوي شون تقدم الدعم المادي؟ المادي تقدمه المسابقة وتأخذ جائزتك وفلوسك وجائزتك هذا لكن المعنوي كذلك تقدم لك عندك ورشات عمل تسفرك بالخارج تأتيك أيضا تأتيك الفرصة أن تحتك مع أكبر وسائل إعلام التلفزيونية في الخارج تأتيك فرنسا تأتيك لبنان تؤديك لبنان مع أكبر مؤسسات العربية وأيضا العالمية التدريب مهم جدا أنا أقول حكي الطالب لكويتي والشاب لكويتي وأيضا الشاب لكويتية أسعف في التدريب دائما التدريب مهم جدا أنا والله كنت أسهر في البيت أطالع بيوتيوب وأتعلم من الشاشات وأتعلم من طيقة الحوار وأتعلم لكن الواحد مو عبني يتعلم شيء مهم جدا أنك تتعلم قبل أن تدخل ما في أحد دخل المجال الإعلامي أو دخل أي مجال أو في الصحافة يعرف أكتب يقرأ ما في أحد إلا إحنا تعلمنا وبدأنا في مدرسة كذلك ما تعلمت أنت تقدم برامج في التفزيون تثيرين أول يغالج في التفزيون شون كنت مرتبك شون بطلق حين التفزيون كذلك كان هذا النفس الشعور عندي في الإذاعة الإذاعة أنا ما حتى تشوفني ولغاة تسجيل كان وتعيد خطائك لكن هم هذه الربكة موجودة أسأل في التدريب التدريب مهم جدا لما تدخل الميدان العملي يعني راح ترتاح جدا تأخذ حريتك أنت طالبة حين أو طالبة أسعى معاك عندك كل شيء موجود في التلفون موجود في الكميوتر موجود وأيضا في الساحات التدريبية وأيضا المؤسسات التعليمية موجودة تقدم لك ورشاة الأمانة هذه موجودة نعم يعطيك العافية الأمانة حمد أنت خير مثالي طالب الإعلام المثابر للأمانة والذي يسعى لتحقيق هذا النجاح والنهضة في الصحافة وبالأخص الشاب الصحفي ذي إحنا قاعد نقول البعض ممكن هو يشوف أنه مهضوم حقه أعلاميا وحتى في الصحافة إحنا قاعد نتكلم عن الإعلام قاعد نشمل كل الوسائل الإعلامية لكن الأمانة في بعض الدكاترة نشيد الأمانة في تدريبهم وتعليمهم للطلبة وبالأخص في القسم وما أبي أنسى أي أحد حتى تحبيزهم حق الشباب طبعا يقعي دقيقة أي تليفون حمد شويت أسرار شويت صحيح يوم ما كنت بالفور مصاحل يوم ما كنت بالصورة الصحة قدم حاول تعال مر عندي تربك عالمك هذا يعني شيء معيب وبالأكس حينيش كثير دقائق التعلام تعلمنا على يدهم لكن أيضا أنا أقول لهم رسالة خلوا الطالب لكويتي يخدم في الكويت قلوا لها قدم عملكني اسأحني هم ممقصرين والله هم ممقصرين بس يبقون دائما النجاح يشوفون بعيون طلبتهم ودائما كان عندهم هذا التحفيز لوصولنا لي اللي احنا وصلناه سواء حمد أو غيره من طلبة الإعلام لأمانهم الواحد يشيد في تدريبهم وتعليمهم لطلبتهم يعطيك العافية حمد للسهيل وألف مبروك على هذه الجائزة شكرا لكم وأيضا شكرا لتفزيون الراي وأعلى العمي في برنامج رايكم شباب شكرا لكم وتمنى لكم هذا البرنامج اللي ينطلق مع انطلاقة شاشة تفزيون الراي إلى اليوم هذا المستمر أتمنى العمر مديد له بإذن الله و التوفيق إن شاء الله بدنا الله يعطيك العافية و موفق إن شاء الله رح يكون متوسطي معاكم في فقراتنا من حلقتنا لليل يوم بعد هذا البريك